إذا متابعنا كرام الصورة التي تشوفوها الآن أمامكم على يسار الشاشة هو لقاء جمع اليوم بين وزير الخارجية المغربين ناصر بوريطا ووزير الخارجية ديال البرتغال على هامش الاجتماعات ديال الجمعية العامة في الأمم المتحدة ناصر بوريطا عقد عدد من اللقاءات لكن سنركزوه هنا مع وزير الخارجية ديال البرتغال لماذا البرتغال بالتحديد؟ في الصباح نشرنا فيديو حول السفير الجزائري المسحوب سنسميه بالسفير المسحوب لماذا؟ لأنه بعد اعتراف إسبانيا مغربية الصحراء سحبوها ذلك السفير من إسبانيا كنت تكلم على النظام الجزائري والدواء الفرنسا فرنسا أعطى الفص مغربية الصحراء سحبوها ذلك السفير وفين خداوه ذلك؟ خداوه للبرتغال واليوم كانت هناك مباحثات ما بين وزير الخارجية المغربين ناصر بوريطا ووزير الخارجية البورتغالي هل تفكرون فيما أفكر فيه؟ صراحة لا أرى الصورة وطاقانا فيها الصديق العزيز حتم المرابط في تويتر غلبتني الدحكة غلبتني الدحكة لأن الموضوع تكلمت عليه اليوم واليوم كذلك عقد لقاء ما بين بوريطا ووزير الخارجية البورتغالي لا تخيلوا معي متابعنا الكرام تخيلوا معي من باب التخيل أن البرتغالي تعلن الاعتراف بمغربية الصحراء ويكون النظام الجزائري مضطرا للمرة الثالثة يسحب ذاته السفير نفسه السفير يسحبه للمرة الثالثة تخيلوا معي سوف نطالبوا النظام الجزائري أنهم يبقوا عينوا هذه السفيرات في دول أخرى هذا السفيرات في دول أخرى يبدوا عينوه في دول جنوب إفراقيا إلى خرجة البرتغالي وعترفة مغربية الصحراء هالعرمت دول السفير جنوب إفراقيا سوف نجيبوا معكم الكعب سوف نجيبوا معكم الكعب فيما يتعلق بالمحادثات حفوان الناصر بوريطا في الجمعية العامة الأمم المتحدة اليوم كانت هناك عدة لقاءات وعدة مباحثات وكان هناك نشاط ديبلوماسي كبير للدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة بطبيعة الحال أي تحرك يقوم بالمغرب أي نشاط ديبلوماسي يقوم بالمغرب إلا ويشكلوا كابوس لنظام الجزائري كابوس ورعب بطبيعة الحال خصوصا هذا اللقاء ما بالناصر بوريطا وزير الخارجية البرتغالي هما يللعين السفير ديالهم هذك اللي يسحبون فرنسا دولي البرتغال غالباً غاد يكونوا دابا كيتقلوا بلاصهم خايفين داباً بورتغال تخرج وتتعرف مغربية الصحراء بشي إعلان غير مسبوك مجدداً في حالة إسبانيا وفرنسا ويكونوا مضطرين على أنهم يسحبوا عتني هذك السفير خلاصة الموضوع يمسخة الوالدين أنه في محطة وجليكم واحلة واحلة في محطة وجليكم حاصلين حصلة الكلاب على المستوى الدبلوماسي في قضية الصحراء المغربية فيما أن الدبلوماسي المغربية تحقق النجاحات تحقق الإنجازات وتحقق البلابلا تحقق البروباقاندا الرخيصة الدعاية الرخيصة الكذوب وتصوير الفبركات ما تحققونتم مصافي شيء آخر من غير شيء والو شيء من غير شيء كان فقط أن البكاء والعويل والصراخ نتأسف ونندد ونستنكر استنكاراً شديداً هذه هم البيانات ديال الوزارة الخلجية الجزائرية خلال الأيام القليلة والأسابيع والأشهر الماضية الإدانة والمعارضة التأسف والاستنكار وهذا التأسف والإدانة والاستنكار كلها حول مغربية الصحراء كلها حول الإنجازات ديالة الدبلوماسية المغربية فيما يتعلق قضية الصحراء المغربية وبطبع الحال جرب الإعترافات والقنصليات التي تتوالى وتفتتح يوماً بعد يوم في الأقاليم الجنوبية المغربية فالمسألة الآن لم تعد فقط متوقفة على المجال الدبلوماسي وإنما كذلك على المجال الرياضي نسحبت اليوم من كأس إفريقيا لكرة اليد لأنها مقامة في مدينة العيون لكن كأس إفريقيا سننبارم جوش مباراة في مدينة العيون ستنسحب وعاود ولا نجبنا كأس العالم وننضمنا شمباراة أو شمباراة السعرات في مدينة العيون ستنسحب وعاود ولا شيء محفر رياضي آخر من غير هذه البطولات العالمية التي هي معروفة حال تكون صعيبة دخلتوا في الدوامة دخلتوا في الدائرة لا تستطيع أن تخرجوا منها والخروج من هذه الدائرة يعني نهيار لحضارات الجزائر فيما يتعلق طبعاة الحال بقضية السحراء المغربية التي يعترفون بأنها أصبحت قضية مصيرية بالنسبة إليهم هم يقولوا هذه المسألة عنها قضية سيادة والنف المخنال والأمن القومي قضية سيادة والأمن القومي قد تكل فيها العصا والدليل هذا كالسفير غاد ينبيك تجرجلوا من دولة إلى أخرى لماذا؟ لأن الدول تعترفوا مغربية الصحراء ولا نتحدث عن أي دول نتحدث عن دول أوروبية إسبانيا ألمانيا فرنسا هولندا دول عديدة جدا تعترفوا مغربية الصحراء وبالمناسبة كان هناك لقاء آخر ما بين وزير الخارجي المغربي وزير الخارجي الإيطالي وزير الخارجي الإيطالي سيقوم بالزيارة إلى المغرب أقول لكم يا نظام حضرات الجزائر شبهوا ورقوا ستيلوا ولا استنناوا الصفحة من التي ستأتيكم من إيطاليا بالمناسبة بدون تقيدوا السكريبت الذي ستخرجوا به من بعد ما ترفقكم إيطاليا إيطاليا دخلوا لها كمية كبيرة من الغاز على أساس أن إيطاليا تعتمون موقف معين من مرتزقات البوليزاريو إيطاليا ما بغادش إيطاليا ما بغادش حاولوا معها بكل الطرق الغاز بـ 80 بخص هالعار ما أعطونا موقف داعم للبوليزاريو الإيطاليين إيطاليين قالوا لهم ما تحلموش الآن بعد اللقاء هذه الوزير الخارجي المغربي أعلنوا على أنه ستكون هناك زيارة في ديسمبر في ديسمبر للوزير الخارجي الإيطالي إلى المغرب وطبعا الحال أقولوا للنظام الجزائري واشدور يوسكم لهذه الزيارة لأنها قد تكون هناك مفاجأة غير سرة بالنسبة لكم وقد تكون هناك مفاجأة سرة بالنسبة للمغاربة من إيطاليا التي شمعت غاز جزائري من إيطاليا التي اخذت الغاز بـ 80 بخص من الجزائر تماما كما فعلت إسبانيا إسبانيا كانت تأخذ الغاز بالكمية التي تريد بالتمل التي تريد وكانوا يعولون في نظام حضرات الجزائر لأن إسبانيا تبقى معادية للمغرب جاءت الأزمة البنبطنش المغرب قلب الطاولة على الجميع اعترفت إسبانيا بمغربيات الصحراء المسألة هذا السيناريو يمكن أن يتكرر في دول أخرى بما في ذلك إيطاليا بما في ذلك إيطاليا وذلك الساعة سأقول لكم إيطاليا شكرا على الغاز اللي تسون وتبال لكم وتبال لنضابكم العفن والقدير أنا سأرى المصلحة مع المغرب لا يمكن أن يأخذ ما يريد من الجزائر ويأخذ المصلحة مع المغرب مصلحة مشاركة لتباعد الحال مصلحة لا يعرفون أن يقوموا بكل بساطة يقلبوا فقط على المصالح وكذلك يتعاملوا بالبرباغندا بالدعاية حتى في العلاقات مع الدول يتعاملوا بالدعاية والبرباغندا لا يتعاملوا معهم بمنطق رابح رابح حاجة أنتم تربحوا ونربحوا يتعاملوا الموضوع الوحيد الذي تحدثون فيه هو كيف نرى اعتراف البوليزاريو أو ضد المغرب طبيعة الحلوة الدبلوماسية التي تتعاملوا الجزائر يتعاملوا في حالهم لا يعطون أي شيء للجزائر بينما يتعاملوا الدبلوماسية إلى المغرب وزراء خارجي وديبلوماسيين يتعاملوا أن المغرب فاتح باب من أجل مصلحة مشاركة هم يربحوا ونربحوا ودمن هذه المصلحة المشاركة يكون هناك اعتراف بمغربية الصحراء إذا أراكم في فيديو قادم ومع المزيد من التفاصيل وأقولون نضم حضرات الجزائر حذر الضربة من الغادي تجيك هذه المرة أراكم في فيديو قادم